بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم واحدة من أكبر دول العمليات لمؤسسة التمويل الدولية من بين 100 دولة تتواجد فيها حول العالم والجدير بالذكر أن استثمارات المؤسسة تتنوع في العديد من المجالات على رأسها البنية التحتية المستدامة، الطاقة الجديدة والمتجددة، الخدمات المالية، الأعمال الزراعية، التصنيع، الشركات الناشئة، سنديق الاستثمار الصحة كما أنها لا تقتصر فقط على الشركات الكبيرة، لكنها تتوجه أيضا إلى الشركات الناشئة وريادة الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة الحضور الكريم، وحتى نرصد مصار التطور في علاقتنا مع مؤسسة التمويل الدولية فعلى الرغم من تدعيات جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية والتحديات الإقليمية والدولية فقد بلغت محفظة استثمارات وتمويلات المؤسسة خلال الفترة من 2020 ل2023 نحو 2.5 مليار دولار بينما سجلت حجم التمويلات بالإضافة إلى فرص الاستثمار المباشر خلال هذه الفترة أو منذ يونيو 23 حتى مايو الجاري نحو 900 مليون دولار وهو ما يعكس الزيادة المستمرة في استثمارات وتمويلات المؤسسة وجاذبية القطاع الخاص المصري لتمويلات واستثمارات مختلف شركاء التنمية وفي إطار الشراكة المستقبلية كنا قد أعلننا في بيان مشترك مع البنك الدولي في مارس الماضي عن إتاحة 6 مليارات دولار من البنك الدولي على مدى السنوات الثلاثة القادمة لمساندة ما تقوم به الحكومة المصرية من إصلاحات من بينها 3 مليارات دولار لقطاع الحكومة المختلفة و3 مليارات دولار لدعم القطاع الخاص تتحى مؤسسة التمويل الدولية بواقع مليار دولار سنويا واستمرارا لتلك الجهود فإننا نشهد اليوم توقيع اتفاقية تمويل جديدة بين المؤسسة وبنك القاهرة بقيمة 100 مليون دولار لتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتنهية الصغر بالإضافة إلى دعم رائدات الأعمال وتمويل التجارة السيدات والسادة إن وجود قطاع خاص قوي يخلق قيمة مضافة يوفر فرص العمل يشجع التصدير يحفز الابتكار والرقمنة ولذا فإن شراكتنا مع مؤسسة التمويل الدولية في مصر تقوم على ثلاث ركائز رئيسية أولا تعزيز التوصيف خاصة في القطاعات كثيفة العمالة والصناعات التصديرية والصناعات التحولية المستدامة والصناعات الزراعية والسياحة ثانيا الشمول الشمول مع التركيز على الرعاية الصحية والتعليم ثالثا التكامل من خلال دعم الربط مع بلدان المنطقة من خلال تحسين البنية التحتية ومن هذا المنطلق فإن وزارة التعاون الدولي تعمل بالتنسيق مع الجهات الدولية على صياغة برامج دعم موازنة لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية من قبل الجهات الوطنية ويأتي على رأس محاورها تحسين القدرة التنافسية للاقتصاد وتطوير بيئة الأعمال ودعم التحول الأخضر وأحدث تلك البرامج إطار تمويل سياسات التنمية مع البنك الدولي الذي يشارك فيه مؤسسات أخرى ونعمل على الانتهاء منه قريبا السيدات والسادة ونحن بصدد مرحلة جديدة يتم فيها إعادة تشكيل النظام العالمي المالي الجديد في ظل عدم كفاية تمويلات بنوك التنمية متعددة للأطراف والإستثمارات الحكومية لسد فجوة تمويل التنمية فإن مؤسسات التمويل الدولية تعمل على استحداث آليات جديدة وأدوات تمويل مبتكرة بما يتيح المزيد من الفرص التمويلية للقطاع الخاص وكنموذج لتلك الأدوات تستهدف مجموعة البنك الدولي إطلاق منصة موحدة للضمانات أول يوليو المقبل تضاعف من الاستثمارات والضمانات التي تتحى مؤسسة التمويل الدولية وفي سبيل ذلك فإننا في وزارة التعاون الدولي نعمل على إعداد ورش عمل قريبا لإطلاع شركات القطاع الخاص على تلك المنصة الجديدة وما تتيح من خدمات مما يوسع نطاق الأدوات التمويلية المتاحة في السوق المحلية ومن جانبنا فقد أطلقنا منصة حافظ للدعم المالي والفني للقطاع الخاص خلال ديسمبر الماضي والتي تعمل على سد الفجوة المعلوماتية بما يمكن القطاع الخاص من الاطلاع على قائمة كاملة من الخدمات الاستشارية والدعم الفني للتمويلات التي يتحى شركاء التنمية وقد رصدنا إقبالا كبيرا من مختلف الشركات على خدمات المنصة التي وصلت إلى 80 خدمة مالية وغير مالية إلى جانب مئات المناقصات والخدمات الأخرى منذ إطلاقها في ديسمبر الماضي الحضور الكريم إن من أهم محاور إصلاح النظام المالي الجديد التعاون والتنصيق بين بنوك التنمية والمؤسسات المالية الدولية لتوفير التمويلات المشتركة لتعظيم الفرص الاستثمارية ورغم حداثة المطلب فإن مصر تعد نموذجا لهذا النوع من التمويلات حيث نجحنا في إشراق مؤسسات تمويل متعددة مع اختلاف أطر وقواعد الحوكمة في مشروعات كثيرة سواء للقطاع الخاص المحلي أو الأجنبي ويتجلى ذلك في مختلف القطاعات الاقتصادية على سبيل المثال للحصر الشراقة الموقعة بين مؤسسة التمويل الدولية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والسندوق السيادي المصري لتقديم الخدمات الاستشارية والمساعدة في تصميم وتمويل وبناء وصيانة محطات تحليط المياه من خلال الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص كما قادت المؤسسة تحالف من 9 جنوك عالمية لاستثمار في مجمع بين بين الطاقة الشمسية في أسوان إلى جانب ذلك فإن مؤسسة التمويل الدولية شريك رئيسي مع القطاع الخاص في تمويل استثمارات محور الطاقة ضمن المنصة الوطنية لبرنامج نوفي حيث تشارك في تمويل محطة أبيدوس لإنتاج الكهرباء بقدرة 500 ميجاوات بأسوان ومحطة أمينات في منطقة رأس غارب لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة 500 ميجاوات كما شاركت المؤسسة في إعداد الملف المصري في مبادرة Nature People and Climate التابعة لمؤسسة صناديق الاستثمار في المناخ CIF ليفوز الملف المصري بالمرتبة الأولى على مستوى شمال أفريقيا وأوروبا ويستفيد من الملح والتمويلات الميسرة التي تتحها المبادرة للمشروعات المناخية في مصر ونتوج تلك الجهود اليوم بتوقيع اتفاقية جديدة للخدمات الاستشارية بين مؤسسة التمويل الدولية والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل وفي الختام لا يسعني إلا التوجه بالشكر لفريق عمل مؤسسة التمويل الدولية والصديق العزيز مختر ديوب هو مش معنا النهاردة ولكن الحقيقة هو من أهم المساندين لجمهورية مصر العربية في عمل القطاع الخاص وطبعا سيرجيو على جهدهم المستمرة بالتعاون مع الحكومة وشركات القطاع الخاص لدفع عملية التنمية قبل مختم I just want to thank سيرجيو and all the IFC team for putting this day together It's becoming an annual event IFC is one of Egypt's key development partners under the umbrella of the World Bank Group تحت مظلة البنك الدولي وسوف نقوم بدعم المنصة الجديدة التي يقوم بها البنك الدولي كأحدى التطورات التي يقوم بها حيث نستطيع أن نرى كل الدمانات التي تقدم لشركات القطاع الخاصة سواء كانت محلية أو دولية وسوف نعمل مع زملائنا في البنك الدولي لكي نتأكد من معرفة الجميع وأنا فخورة جداً بالشركات المصرية الموجودة هنا بيننا أرى كثير من الأصدقاء الذين كانوا قادرين على استخدام هذه الأدوات المختلفة من IFC وأيضاً شركاء التنمية الأخرون وأيضاً أعتقد أن مصر قادر على جمع هذه الجهود المشتركة للشركاء المختلفين بخلاف الهياك المختلفة لنستطيع أن نرفع ما يستطيعون تقديمه وأشكر الدكتور مصطفى مدبوري على وجوده بيننا اليوم وهي أيضاً تبين كيف أن الحكومة المصرية كانت تقوم بدفع الإصلاحات الهيكلية ليكون هناك تعاون مع شركائنا المختلفة المختلفون شكراً جزيلاً وأتمنى لكم يوماً مسرراً شكراً